أدن كريستيانو رونالدو ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سجدة الهدف قام البرتغالي كريستيانو رونالدو بسجود عقب تسجيله هدف الفوز لفريقه ضد الشباب خلال فعالية المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطورة الدور السعودي للمحترفين للموسم الحالي رصد المصورون سجود كريستيانو رونالدو واحتفال اللاعبين معه لتنتشر اللقطة كالنار في الهشيم في ظرف ساحات قليلة ايتفق أغلبية المغاردين أن ما قام به أسطورة كرة القدم دليل على تأثره شديد والإيجابي بالبلد الذي يعيش فيه هو الثقافة العربية مثل البسام اللحياني الذي قال كرة القدم لغة مؤثرة وقوة ناعمة من خلالها يتم تصدير ثقافة وهوية أي بلد مثل هذا التصرف لم يأتي عبثا من لاعب بقيمة كريستيانو رونالدو إنما هو ردت فعل ما لمسه من حفاوة وترحيب من شعب عظيم في وطن قوي متمسك بدينه ويعتز بهويته ويلتف على قيادته ومنفتح على الجميع فلاح القحطاني اعتبر ما قام به رونالدو رسالة جميلة من نجم كرة القدم فقد كتب رسالة جميلة من الدون للعالم أجمع عنوانها المملكة العربية السعودية بلد السلام والأمان والإنسانية ونادي النصر السعودي وبئته الجميلة أثرت فيه إجابا وأسأل الله أن يهدي قلبه للإسلام خالد قال في تغريدته بعد أن أعاد نشر الفيديو أن اللقطة أسعدت كل المسلمين فقد كتب ربما نختلف في ميولنا ووجهات النظر ولكن يجمعنا دين واحد هذه اللقطة أسعدت كل مسلم خصوصا أنها أتت أمام أنظار العالم المتابع لكريستيانو رونالدو من خلال القنوات العالمية الناقلة للدوري اللهم أعز الإسلام والمسلمين أما رياض فقد استبعد أن تكون السجدة لها معنى ديني فبرأيه لا تعني شيء رياض قال أتوقع أن نسواها حركة كذا بس وهو ما يعرف شيء عن الإسلام وأنتم مشاهدين كيف ترون سجدة كريستيانو رونالدو وهل لها دلالات ورسائل معينة شاركونا أراءكم